فارجعنا لكم مشاهدينا من مطبخنا واليوم انا مبسوطّ في المطبخ وجود ضيفتنا ومبسوطّ كمال انا سأسيكم برياني قوي اليوم الحكم عليكم طيب كيف نتأخف برياني كويسي؟ كذا انا ضمنت ان مستقبلي بيصير كويس ان شاء الله تأخذت الوقت سأخذك برياني اللي عندي بسويه حيدر أباد برياني اول شيء حيدر أباد برياني حيدر أباد حيدا هيدر أباد برياني داخل الريخ نفسه هذا الرز أريد أن أشخله فشو سويت؟ أضطيت بهارات مع الماء هون رح أسلق الرز وهون رح أسوي الدجاج حلو بعدين بس الرز يستوي 90% تقريباً أضعه فوق الدجاج وأسكر عليهم وشكراً خلصنا البهارات رحينا خطوات واحدة واحدة حنمشي فيها هنا بس حطيت ملح و هون بس و الله ذكرتيني بالماء أول مرة سأقوم برياني أخذت كل الخطوات من باسل شكراً لك سأقوم هنا في القدر نفسي سواء سأقوم هنا في القدر هون في ورق غار ورق كاري وهيل وغرنفل وهذا ما تسمونه اللوم الأسود أيوة بس الآن بس بخليها يعني البهارات مع الزيت مع الماء تقريباً 10 دقائق تغلي بعدين حشي البهارات وأنزل الغز خلص بكون أنا هيك نكهت الماء نفسها بس كويس ذكرتيني في الملح آه يعني ما نخلي هذه الأشياء لا 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 حنشيلا خلص أخذت نكتها خلص ما بدي إياها إنت معا عليك أنت لازم تجرب الآن ولكن هناك تنويه عبد الرحمن فائز في اللحظة هو عنده ربيان عنده أدفانتج عنده خطوة زيادة هو سيقوم بالربيان أنا سيقوم بالدجاج بس سيطلع طيب ما عليك إن شاء الله الله كريم ما عليك المكحدوقي شيء ما راح يعجبك أكيد أنت غشيت الخطوات كلها؟ لا لا فيه لمسات الخاصة أيوة كم مرة تدخلي على المطبخ في الأسبوع؟ بصدق بالأسبوع؟ مرة مرتين بالأسبوع إيوه والله لو حكينا سبعة في ثلاثة لا أعرفش كم يصبحوا ثلاثة وجبات في سبعة أيام تدخلي مرة أو مرتين طب باقي الأيام أنا وين بتاكلي؟ شو بتاكلي؟ مطعم أغلب أكلك من مطاعم الوالدة حكتيها باستياء هيك الوالدة أكلها دائما علينا ورأس بس مطعم حكتيها باكب زعل ما حب طعم من مطعم طب ليش ما تطبخ أنت في البيت؟ ما عندي نفس صراحة لا 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 أنا أعترض كل بعون لا كويس هون أنا حطيت زيت نباتي وسمنة وبصل وثوم وبرضه وبهارات وعننا هون بهار البرياني هادي رح نستخدمه كثير 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 رح نستخدمه حين هون أنا بدي أنزل الدجاج بدي أنزل الدجاج بدي أنزل اللبن وين الدجاج؟ ها هون الدجاج باللهي بس في هذا الوقت عرفت عرفت الطلاب اللي ما يحبون أحد يشوفهم ومحلون بالاختبار شوف كيف يخبي أشياءه شوف يخبي ولا يبينا نجي ولا يبينا نشارك أسوي كده يسوي كده عبد الرحمن أسمعي شوفي أول حاجة أنا بلعب على المكشوف حلو كل الأشياء اللي أنا بسويها دائماً أنا عادةً في طبيعتي أحب أسوي كل شيء في مكان واحد لماذا؟ لأن عندي شيء ومقولة دائماً معروفة اسمها بناء النكهات هذا اللعب اللي أنا ألعب عليه أبني النكهات شوية شوية كافي يا باسل؟ الله يوافقك الله يوافقك في الوضع الطبيعي شوف يخبك رز وإذا غيرت صنيات بطاطس بو خضار غلبت حالك هذه حفلة بالبيت غلبت حالك ليه؟ طيب خليه أسألك كمان مرة عن الأكل أي وقت الشغل ووقت التصويق خلاص هم أصاب؟ أي شكراً ووقت الشغل ووقت التصويق أي شو نوع الأكل اللي بتاكليك؟ أي شي يجي مثلاً ساندويتشات حاس الأكل مش مهم في حياتك أنا؟ أيوة مش من الأشياء اللي مكمل مكمل الله يسامحك كيف مكمل؟ لا لا طبعاً إلا إذا الوالدة ما خاطر أنه عندها نفس يعني أنت لما تطموك شوف كيف الحين مهم هذا بالنسبة لي سريت هنا أنا مبسوط أي طيب الحين هنزل مكون شوية شوية هتبدأ تقرب أوكي أنا متأكد أوكي نزلنا الكزبرة أنا تهت أنا تهت أنا تهت في الخطوات يجب أن نزل الكزبرة طيب الآن أنا جالس أسوي أول حاجة حمصت البهارات لماذا؟ علشان تطلع ريحتها البرياني أساس البهارات فأنا حمصت البهارات هذا الطريقة أه كذا تعزز نكهة البهارات تطلع ريحتها بعد كذا حطيت البصل آي علشان تكشن تمام وأنا جالس أسوي عملية بناء النكهات حيدر أباد برياني معروف عنه بناء النكهات شوف علم بناء النكهات من أين يأتي؟ وهذا طبقة المسالة الطبقة الى النص هي الذين أخذون من المسالة والذين أخذون طبقة الثالثة وهو الرز الأبيض بناء النكهات اليوم عندي بشكل لا بناء النكهات شو بتحبي أكلات بشكل عام؟ يعني شو في مطابخ بتحسيها قوية؟ الهندي الهندي حلو إيه الايطالي أحبه الله الله حلو المصري طيب الآن أنا راح أنزل الرز وللتوضيح هذا رز بالسموه رز مشخولي اللي هو هيكون رز مسلوب حسلوا كإنه باستا حسلوا كما يقرب يستوي راح أطلعوا كإنه باستا ما حطبه خوف بنسبة مية معينة لا 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 مية عادية كثير كثير مية وأسلقوا كإنه باستا الآن هون أريد أنزل وتساعدينها يلا يلا طفيت الحرارة هون بدي أنزل اللبن هون ما أعطني واجش هون ما أعطني واجش أنا سأساعد هنا لفيت عنك الجديد وخلص صرت مع الأداء أنا أشوف أنا مع مصلحتي يا سلام سأقول لك معلومة عنه يا سلام يا سلام يا سلام عن ريحة يا سلام عن ريحة وليس موقفني جنبك يا سلام عن ريحة والله إنه الريحة بطلة أشوف وخلالي هاي ريحة البريان خلالي هيلة واحدة قال ليك حطيها قال شوفي طلش تغلي هون سوي هاي لا وش أبي بقى هنا المساعدة شو نسوي الحين هو يمكن محتاج مساعدة محتاج تغمري مشاعرك وتحرك الريبيانات ولين ما تصير كل ربيانة زي أختها ونبني النكهات ونبني النكهات ونبني النكهات هذا الصحين أوكي